قدم السيد طارق عامر محافظة البنك المركزي اعتذره على استكمال فترته في رئاسة البنك المركزي وشكر السيد الرئيس على دعمه المستمر والكامل خلال الفترة الماضية واضاف السيد طارق عامر انه اعتذره عن المنصب لإتاحة الفرصة للاخرين كما جاء في البيانات الرسمية حيث قدم شكرا لسيد الرئيس وتقديرا لسيد الرئيس على المساندة له خلال فترة توليه المسئولية واكد ان طلب الاعتذار من منصبه لضخ دماء جديدة لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية وقدم ايضا الرئيس السيسي الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسئولية في البنك المركزي وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه وكان الرئيس قد اصدر قرارا جمهوريا بتعين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية يبقى طارق عامر من النهاردة 17 اغسطس محافظا سابقا للبنك المركزي ومستشارا لرئيس الجمهورية بعد قضائه وامضائه سبع سنوات محافظا للبنك المركزي حيث تولى المسئولية في 21 اكتوبر 2015 خلفا لي السيد هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق الذي ايضا لم يتم فترته وتم ايضا قبول استقالته ومن نهاردة سبع سنوات يعني كان طارق عامر لو كمل السنة كان هيبقاله سنة باقية لانه المدة اربع سنوات خلينا اقول لحضراتكم انه خلال الفترة الماضية السبع سنوات كانت فترة الحقيقة صعبة للغاية يعني كان فيها اعادة نظر وكان فيها عملية تغيير جلد الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا بازل فيها البنك المركزي صانع السياسة النقدية والمصرفية الكثير من الجهد خلال الفترة الماضية ربما الازمات العالمية ومشاكل سعر الفائدة والتضخم والسباق المحموم بين سعر الفائدة وبين التضخم اذا اردت ان تقضي على التضخم عليك ان تزيد سعر الفائدة وزيارة سعر الفائدة بيؤثر على الاستثمار اذا اذا نحن امام فترة ربما تكون كتل ضبابية ولا يقين موجود في الاقتصاد العالمي جعل كل البنوك المركزية والبنك الفيدرال الامريكي يكتمعوا اتباعا على فترات لدراسة اثر الركود اثر تضخم ودائما ما تكون ادوات البنك المركزي او البنوك المركزية هي رفع اسعار الفائدة ربما لم يخالف كل هؤلاء الا البنك المركزي الصيني الذي قرر بشكل مفاجئ وعزفا منفرد تخفيض سعر الفائدة على الودائع وهذا كان لمحاولة ضخ اموال في جسد الاقتصاد كاستثمار يعني البنك المركزي الصيني خالف كل البنوك الاوروبية والامريكية والعربية والاسيوية وقلل سعر الفائدة اللي انا بقوله على اسعار الفائدة واسعار الصرف وطباعة البنك نوت والسياسات النقدية والمصرفية بقوله في امريكا بقوله في اوروبا بقوله في دول الخليج بقوله في دول الشرق اسيا بقوله في الصين نظر لاهمية منصب محافظ البنك المركزي